اهلا وسهلا فيك و اصدقائي الحلقة الجديدة مع المصور طبعا حمودي اليوم وراء الكواليس وراء الكواليس معانا باسم صاحبنا خبير وفحيص السياخ خبير يشاره وفحيص السياخ اشي مرتب يا اخوان ومعانا على المجموعة كمان موجود يحلل الشباب على المجموعة تمام وبساعدهم ان شاء الله وامور طيبة اشترك في القناة اشترك في القناة اخوان اليوم بدنا نحكي عن اشارة حلوة كثير وشغلها ان شاء الله نكون حلو طبعا درجة الحرارة عالية كثير فسام هنا شوية في بطول فيديوهات يعني مجوز اليوم ننزل فيديو بكرة ما ننزل لانه درجة الحرارة عالية عشان ما بهمناش احنا تكون الدينة بتجتي لكن ما تكونش درجة الحرارة عالية هذا اهم شيء طبعا اخوان احنا في موسم اللي هو موسم الحياة والعقارب والأمور فبدنا رجاءا من الجميع انه يدير باله يعني مفيش داعي اليوم اطلب على موقع مثل هالموقع اللي احنا فيه هسا اعطينا صورة يحب فيها مثل هذا الموقع اللي احنا فيه اخوان كثير فيه اعشاب وكثير فيه امور زي هيك تمام فبنندير بالنا بندير بالنا انه ما تضربنا حية ما تضربنا عقرب ما يضربنا اشي موجود في الارض تمام من هاي طبعا احنا منستخدم السيفتي منستخدم اللبس الصحي اللي نطلع فيه على مناطق هاي ونندير بالنا اخوان ضروري ان نندير بالنا اليوم نحكي عن اشارة صليب لكن صليب مرتب صليب مرسيمة تفكروا انه صليب عادي لكن صليب مرتب بس شوية يعني انا حاولت ان اخذ التوجيهات من المنطقة يعني اخذ توجيهات اشوف فيه توجيهه لها لكن ما لقيت توجيه ماشي بس بالنهاية انه نقدر نحله ان شاء الله وراح استخدم الاسياخ برضو في حل الاشارة خلينا نشوف مع بعض الاشارة تمام ونستفيد منها ونشوف شو الوضع تابع خذ لها العصري استاذ حمودي تمام طبعا حكينا احنا نستخدم دائما لا لم يحلص يا خصة نستخدم دائما الكفات والامور هاي لانه شوفوا يا اخوان حسا انا مش لايشي والله بدي سلامتكم يعني بس بدي سلامتكم خليلي الشنت معك وشا ما خشش في ايشي تمام انا بدور على سلامتكم ما بدنا ايشي بدي ابعد مثلا هاي طلعوا كيف اصلا هي شوك يعني هي شوك تمام بدي ابعدها بدي جوزي طلع لي حية من هاي المنطقة بدي جوزي طلع لي اشي عشان ااجي الاقي هذا الجرن الحلو المرتب تمام عشان ااجي الاقي هذا بدي ابعد بس شوية هاي وانا نظفها اعرف شو فيه هنا لجف مش لجف شو الوضع تابعها صح ولا لا يا اخوان عشان يبجن معاي تمام 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 يا اخوان دايما زي ما قلتوا لكو احنا بهمنا يعني بهمنا سلامتكم يعني ابو احسن انشارة على ابو احسن موقع تمام بهمنا سلامتكم يا اخوان طيب عشانة الصليب هذا هو تمام لكن طبعا الصليب هنا متقن شوية هذا الصليب اللي ايام البيزنطيين كان يستخدموه تمام اللي هو ما بيجي خطين بس هيك لا بيجي معاه اللي هو زي ما انتو شايفين التحدب تبع الاشارة يعني بتحده بتبح هذا كان ايام البيزنطيين استخدموه تمام وبالحضارة الرومانية الحديثة شوية تمام مش القديمة الحديثة شوية فكانوا استخدمو الصليب اللي زي هيك طيب في عندي تثبيت الو هون وفي تثبيت الو هون تمام اي واحد بدي اعتمد انو تثبيت بدي اعتمد لا اوقف ما انتو بدي على الهاي بديش اطلع لك اشي تمام يعني اي اي تثبيت من هذول التثبيتين لازم انا اعتمد دقيق اي هيك شايفين الصليب هاي كمان مرة تمام صليب احترافيا عندي تثبيت هون وعندي تثبيت هون لكن انو تثبيت لازم عنا خلونا اياش نسمع تعليقاتكم ونشوف تعليقاتكم احنا بنزل الحلقة تقريبا مباشر مش مباشر لكن بنزلها تقريبا مباشر تمام ونسمع ايش بتعطونا عن حل الاشارة هاي طبعا هنا في عندي كمان جرون تثبيت هنا في عندي بصمة هنا في عندي زي ما حكيت لكم مربط هايو شايفين المربط مربط صغير هاي مربط عندي مربط صغير هون مهم جدا هاي شايفينه يعني عندي شغول هون كويس ايشارة لجف اذا انو توجيه بدي اعتمد حتى وجود اشارة لجف لكن انو اتجاه عندي اتجاه اول اتجاه ثاني تمام تثبيت اتجاه ثالث مع مربط فرس انو اتجاه انو فيهم اعتمدوا يعني اينا نشوف الاشارة كمان مرة اعطونا التعليقات تبعدكم نشوف انا واحد بدنا نعتمد نترجاكوا تحكوا يعني يللهكم تمام طيب صليب زي هذا يا اخوان صليب زي هات في منطقة زي ما احنا شايفين في المنطقة كيف جاية وكيف وضحها جاي تمام صليب زي هات ما بيبعدنا عن المكان كويس المنطقة نفسها ما بتبعدنا عن المكان يعني اي اشارة ممكن تلاقوها هنا مثلا في منطقة اللي زي هيك اللي بتكون في هذا المستوى ما بتبعدنا عن المكان ما بتخليني اروح مكان ثاني وياس بتخليني دائما في نفس الشغل تمام اذا الصليب هذا ما رح يبعدنا عن المكان طيب احنا ممكن انا قبل هالمرة نزلت فيديو برضو لصليب تمام نزلت فيديو لصليب ماشي وشرح شرح غير هذا الشرح هذا الصليب رح ياخد شرح ثاني هسا ممكن نكون عند كنتو صليب لكن مش نفس الشرح اللي رح يكون هون تمام؟ كل واحد إله شرح معين كل واحد إله فكرة معينة تمام بس يا حموة ماشي كل واحد إله فكرة معينة اذا اذا تركت التوجيه الاول تركت التوجيه الثاني بديش هذا التوجيه هذا التوجيه اخدت هذا بس تمام؟ ليش يا اخوان شوفوا الاشارة الاشارة بعمق داخلي من هنا. تمام? احنا هيك بنحب نشرح. بنحبش ان نقاط ساعة ماسكين شغلي نحب فيها واللي معانا شغلي. ها? هاي. هاي اخوان معانا شغلي. بنقدر نقوم على العمل زي ايك. عشان ما هاتش حيينيش. ماشي معانا هاي الشغلي بس احنا ما بنحب. ماشي. عندي الاشارة. هذا الصليب زي ما احنا شايفينه. تمام? دخولا هيا. دخولا مع السيال نزولا للأسفل. اشارة اللي يجب. تمام? اذا. اذا. سكر المنطقة هاي. وضع الاشارة. سكر. اربط حمود للسياخ. تمام? وضع الاشارة. سكر المنطقة هاي. سكر المنطقة هاي. سكر المنطقة هاي مع انو وضع اشارة تمويه. اشارة اتجاه. تمويهي. تمام? لكن شو اجا سوى? شو اجا عمل? اجا هطلكو هون اتجاه. اجا حط اتجاه. علشان يتوهك بس عن النقطة اللي هي هاي هاي النقطة اللي هون شايفينها عشان يتوهك عنها راح حط لك جرون اتجاه تمام لكن شو اجا سوى في الاخر في نهاية الموضوع شو اجا سوى اجا حط لكم مربط فرس صغير هاي شايفينه هاي مربط فرس لا يتجاوز الصانتي بصانتي دقيقة هذا مربط الفرس اخوان هاي شايفين لا تتجاوز صانتي بصانتي حط لكم مربط فرس هون تبت لكم الاشارة هاي ثبتها بمربط الفرس هذا هذا ما نعتبره منعتبaru تثبيت هذا المربط نعتبره تثبيت مش مربط الفرس الكبير اللي بكون على الصخرة اذا كان فوق الارض ما نعتبره مش اشارة اس spells نعتبره هو مربط فرس لكن هذا ما بسبه تكون مربط فرس يعني حتى حتى حبل لا يدخل داخلهم. إذا نأخذ إشارة تثبيت لأنه تابع لإشارة ثانية. نعم. وهي إشارة اللجر. يعني هذا تابع لإشارة اللجر اللي إزاي ما احنا شايفينها. إشارة اللجر فوال حي يا أخوة. هيا نقيت عنه أنه شباب كثير بعتولي مربط فرس ومصوّقه. تمام. قلنا مربط فرس عادي يا أخوة. قلنا عم اشتخبيت. هاي وارجم إشارة تثبيت. هذا مربط فرس التثبيت. معاشي. مش الكبير اللي لو يعني فيه الاحصانة أو فيه الجحش أو فيا الحيوانات. تمام. بالمربط التثبيت هذا هو. لكن حتى لو كان مربط تثبيت دون يكون تابع أصلا لإشارة. يعني حتى دون لازم يكون فيه إشارة هو تابع لها. زي إشارة الصليب هذا اللي احنا شايفينه. إذن هو تابع لنفس الإشارة نزولا من الإشارة نفسها نزولا لتحت عشان توصل إشارة لاجف. أنا وضعتها يا أخوان إشارة لاجف. بس ما أنا حطيت يشرة تلاجف. اما على انظر عليك. اما على ثلاث. اتناub Johnny釣 divisions عن التي fantasticية hispia is tagen. يrewald tagen. احلف يمين حمودة الشيء لي visibility WHO لكم بressionيU revenu. احبيني هلesar pi 막mas'Nabci'Nabci'Nabci'chn'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabcy'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'Nabci'. طيب الان بد افحصها على السياخ ماشي بدي اتبعه شوي على فحص الاسياخ مهم لان اعطت لكم ثلاث حلقات يا اخوان هليكت وانا قاعد بصور ثلاث حلقات ماشي اه هلاكني طلع الروحي ماشي فراح ابلش افحص حسا بالاسياخ سراح صور سيد حمودة ماشي ابلش افحص بالاسياخ عشان ااكد على الشغل اللي احنا اشتغلناه في الفيديو هذه الثلاثة النظرية ماشي لكن رح تكون سريح هنا الفيديو وعذروني على صوت الهوة اذا كان طالع صوت الهوة خليك لابس طقيقة تمام خليكم معنا طبعا يا اخوان اخوات زي ما احنا عارفين تمام احنا هسا رح نفحص هاي هاي الاشارة رح نفحص هاي الاشارة هاي الاشارة اللي احنا رح نفحصها شوي شوي متنازل على الاشارة هاي الاشارة رح نفحصها زي ما احنا معتمدين هالاشارة هاي الاشارة صريب معاها نزولا مع السيال تباحها لاشارة الاشارة مع تثبيت المربط اللي موجود هسا رح نبلش نفحصها ان شاء الله تمام هاي حمودة امتقى معنا عشان نعرف الفحص كيف اللي يجي وكيف الوضع بيكون ان شاء الله تمام الان بدي اشتغل على هاي الاشارة بدي احط الاشارة على يميني اخواني يعني كيف على يميني خليك تمام يعني بدي ابلش فيها من هون اخواني هاي الاشارة صارت على يميني تمام تمام كيف بدي ابلش هسا ماشي اشارة على يميني وحاط على يميني خليك على الاشارة حمودة ماشي لان بدي افحصها بدي افحصها اول شيء عليش منفحصها على فراغ والله عجبتنا يا حمودة على فراغ منفحص يا فراغ والله عجبتنا بسيك الفراغ لحاله ماشي وابلش نقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي الاشارة على يميني زي بحطها هناك همجهور جيم اياها تعال ولك تعال هون تعال هون من هون مش راح تبين ما بيان خليك معه خليك معه خليك معه اسا باسم بحكي لترجال وضع شوه ايوة ايوة شاط الحمودة عشان الصفية يصير المصور الخاص تبع القناة نعم طيب الاشارة على يميني يا اخوان راح اروح باتجاه باتجاه اسا بسم الله الرحمن الرحيم بنحكي دايما عشان عمار المكان تمام و بنمشي باتجاه نمشي باتجاه الوضع اللي احنا رايحين عليه تمام لان لغاية الان اذا الفراغ هذا مش صحيح يا اخوان تمام اذا الفراغ تبعها مش صحيح بدأ بيعيد تمام مرة عجاجنا عمودة راح نرجع نعيد كمان مرة نرجع على الفراغ نفسه طيب خلينا نوقف فوق الاشارة هالمرة باسم نوقف فوق الاشارة هالمرة ماشي و ناخذ فحصها لانه انا متوقع انه في اشي هون قريب يعني مش كبير لانه قبر كاهن ماشي او قبر قسيس او اشي زي ايوكي تمام فتوقع اشي قريب ان شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما توقعنا كان قريب اول مرة اخذنا الفحص بسرعة فما سكر معي بسرعة الان في عندي قريب الاشارة الان بدي احط الاشارة على شمالي بدي احط الاشارة على شمالي و ارجع اشتغلها كمان مرة و ان شاء الله بتصل لهم و طيب اخذنا احنا اول الفياس لان الفياس جزيني مثل ما توقعنا مشي كبير يعني عندي واحد يعني واحد تقريبا ثلاث ونص ثلاث ونص بدي اخذ هس العرض هاي الاشارة قدامي بدي احطها خليها قدامي عشان اشوف اذا في مدخل هون او لا لانه احتمال ما في مدخل احتمال انه يكون من فوق هسا اذا كان المدخل من فوق ما فيش مجال ما بعرفش كيف افحصها ما متزبوطش فيها فحص اصلا تمام ما متزبوطش البوابه هون بدا نوخ باتجاه الاشارة اشوف هون بتسك سكرة عندها اذا مدخل من هون اخوان مدخل من عند الاشارة الان بدي اخذ بالاتجاه هذا وحط الاشارة خلفي واتصور محسن فيه ونروح بالاتجاه ها نقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا بشكل مستطيل اخوان تتذكروا في الحلقة اللي جيت حكيت فيها وقلت اذا كانت الفراغ بشكل مستطيل ايش بكون عندنا الحل بكون عندنا في مدافن على اليمين ومدافن على اليسار اذا في عندي مدفن هون اذا الاشارة احنا كنا نفكرين فيها انها هي قبر خسيس لا هي عبارة عن مدفن اخوان عبارة عن مدفن ومدفن صحيح ومدفن حلو ومرتب مليون بالمية لانه اعطاني شكل مستطيل تمام لم تفحصها معدن لكن تفحصها على زكزاق بسيط حكيت انا مع انه اقابل هالمرة فهمنا احنا طبعا هاته الفراغ تبع حكيف حكينا في الزكزاق زكزاق بسيط جدا ما اخذت فيه انا وقت كثير تمام حتى ستقولك انه هذا سير بس لعنده كوي تمام تمام فراح اشتغل على زكزاق بسيط لخلي الاشارة علي يميني اشتغل على هذا الزكزاق ونشوف كيف فالوضع نشوف اذا فيها معدن على مم поэтому انها ليست معدن لكن دعنا نشوف نقولة بسم الله الرحمن الرحيم هاي الزكزاق الينا عنه ااكم الع 저는 نعم فيها الكاميرا هاي طبعا الزكزاق زي ما حكينا نبالا الزكزاق زكزاق الينا اشتغل عنه هو عبارة عن بحث طبعا هاي ما فيش ما فيها ولا اشي. في عندي شرط معدن بتوديني الهناك. انا ماشي ماشي بالسياق بتوديني شوي لهناك قاعدة. بالاتجاه هذاك. لكن هاي ما فيها معدن. خلينا نتنكد عليها كمان مرة. نفس الزاوية. نحن ننكد عليها كمان مرة. ماشي. يعني ممكن اعرف انه فيها معدن او ما فيها معدن. خلص مجرد ما طلعت عن الاشارة خلص انتهى. ما عندي معدن. فيش فيها معدن يا اخوان. اشارة ما فيها معدن. هسا شو ممكنكون فيها? يعني ممكنكم فيها تمثيل. ممكنكم فيها اثار. ممكنكم فيها امور زيهاك احنا ما بهمنا الموضوع احنا بهمنا موضوع المعدن. اهم اخوان ما بهمنا شو فيه اثار ما بهمنا هذا. لانه المعدن بتاخده بتصهره بتسوي سبايق وبتبيعوه. ماشي. الاثار بدك تدورة على واحد بيتشتريهم ما بتلقي. ماشي. فاخنا هاي الاشارة حلوة مهمة وواضحة لكن والله ما ما فيها معدن خلص انتفا يعني انا هون عندي فعص عليها انتهت مجرد ما فيش فيه معدن بسحب حاله وظن رائع الله بكول الله مرحبا بذكر الله خليكم معنا لبعد الاذان ان شاء الله على البنت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله يخي موقع الجامع حلو سبحان الله أرجعنا اخويا شباب جلس تمام فالتي عكوونا اللي وضحنا الصورة اللي حكينا فيها ووضحناها انه مش كل الاشارة لازم يكون فيها ايش معدن تمام خليكم بس مش كل الاشارة لازم يكون فيها معدن مشكل الاشارة لازم انا لما اجي احفر يطلع لي ذهب ماشي احسنا احنا بنفهص اذا الاشارة فيها معدن بنقلكوا فيها معدن لا انته اصلا مش رح تيجو عليها يعني يعني فش داعي يخبي عليكم ان فيها معدنة ومفش فيها معدنة تمام فاشارة زي هاي فش فيها معدنة لكن هي عبارة عن قبور الان شو فيها القبور ولي فينا شو في ذاقية اضلا يا اخوان اعطست بس ارجعنا لكم بعض الفاصل اذا ما تقولوا كورونا ما كورونا بس اعطست تمام ماشي فمشكل اشارة يا اخوان اه اه فيها ذهر هذا اللي كنت تقصده عشان تفهمه تمام انا اولما على ما جديت فاحصته بعرف انفسك فاي وانا اولما جديت فحصته او عرف انفسك فاي بس عشان اوصل لكم الفكرة لان الفراغ موجود لكن معجنة مش موجود ماشي وانشارة هلوه وقوية والاء مش اشارة سهلة انك تلاقي صليب بيزنتي او صليب روماني مثلا حديث مش بالسهل انك تلاقي هالاشارة لكن ما نعمل شو بيهمنا في موضوعots ما في مفشفياشann خلاص ما في مفشفياش. انسينا ما نبضوح تمام وشكراً لكم للمتابعة وإن شاء الله أنه هذا الفيديو عجبكم وإن شاء الله في الفيديوهات الثانية كمان وكمان وكمان وهي باسم معاكم كمان على المجموعة ماشي أطينا باسم خلينا هاي باسم معاكم طبعاً على المجموعة في خدمتكم إن شاء الله في خدمتكم إن شاء الله وإن شاء الله أنكم توصلوا معاً لنتيجة وإن شاء الله بالحلقة القادمة تنبسطوا يا حمود راح تظل هناك أحرام دنيا رمضان استوى يا أحرام شكرا من كل المتابعة وهلا وسهلا فيكم